الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات جدة ويعز قراره لعدم التزام قوات الدعم السريع بأسس الهدنة الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أكد أن قرار الجيش جاء احتجاجاً على انتهاكات قوات الدعم السريع المتكررة لوقف إطلاق النار مشيراً إلى أن الدعم السريع تستمر في اقتحام المستشفيات والبنايات المدنية في الخرطوم المسؤول العسكري شدد على أن الجيش يرغب في التزام كامل من قبل القوات التابعة لمحمد حمدان دجلو بشروط الهدنة وذلك قبل أي نقاش بشأن مزيد من الخطوات على حد تعبيره وقالت مصادر أن الجيش أرسل رسالة إلى الوسطاء في السعودية والولايات المتحدة شرح خلالها كامل الانتهاكات في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع تمسكها بالهدنة مؤكدة دعمها لاستكمال الاتفاق الموقع في جدة وأشار بيان للقوات إلى أنها رصدت خرقات عدة للهدنة الإنسانية من قبل أفراد الجيش وجددت اتهامها للقوات المسلحة بمواصلة عمليات القصف الجوي ضد مواقعها وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق ينص على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين ووقف إطلاق النار لظروف إنسانية لكن بين قرار الجيش واتهامات قوات الدعم السريع يبقى الوضع الإنساني في السودان صاحب الجرح الأوسع إذ تعزز الانتهاكات المتكررة بين الجانبين من سوء الأوضاع الصحية والغذائية لملايين السودانيين خصوصا في ظل تضرر المستشفيات وتعطل عمليات الإغاثة من قبل المؤسسات الدولية إلا أن خطوة الجيش الأخيرة ستفتح باب التساؤلات بشأن مصير الهدن الهشة التي يعيش على وقعها السودان اشتركوا في القناة